اشتركوا في القناة هنا هتلاقي كالفيها اتنين الل ليه علشان كلمة اللي هي ساعة مفرد مؤنف كم تكون الساعة كم تكون الساعة والثلاثة سؤال واحد بمعنى كم الساعة الساعة كام تيجي مهمة جدا في المواقف دي عشان اجاوب عليها وقولك الساعة كذا جملة سابتة بقول إيل إيل إي وبعديها بقى أرقام من أول واحد واثنين تلاتة أربعة لغير تلاتة وعشرين بالطريقة التقليدية الساعة عندنا في اليوم 24 ساعة الساعة واحدة اتنين خمسة عشر اتناشر 18 عشر عشرين ممكن نقول بالطريقة دي يبقى هقولها ازاي اقوم قيل لك إيل 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 الساعة واحدة إيل إيل سانك إيل الساعة خمسة طيب الساعة اتناشر الظهر إيل 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 طيب الساعة اتناشر بالليل إيل 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 خلاص كده طيب عايز اقول بقى وخمسة وعشرة نحافظين الأرقام ممكن نقول لك مثال إيل الساعة ستة سانك ديس كانز خمستاشر كانز دي اللي بي بتساوي إيه يبقى الساعة لما تكونوا رابع ممكن اقولها بطريقتين اقول لك ساعة ستة وخمسطاشر دقيقة او طيب لو نص ممكن اقولها بطريقتين ممكن اقول مثلا الساعة سبعة وتخانط يعني تلاتين دقيقة ممكن اقول الى ستة ونص تمام كده طيب عايز اقول الا رابع ممكن نقولها برضو بالارقام ممكن اقول الى ستة الساعة سبعة كارانت سانك كارانت سانك خمسة واربعين دقيقة ممكن اقولها الى ويتة الساعة تمانية موان لكار موان لكار يعني الا ربع تمام يبقى انا دلوقتي اعرفت الارقام السؤال الساعة الساعة كام كالهور الى بقى اشكاله التلاتة الى واي رقم وار من اول اون لغاية 23 وعندي هنا الساعة 12 دهرا ومساء ميدي مينوي وخمسة وعشرة اي كار وربع اي دومية ونص موان لكار الا ربع طبعا بعد ما اقولي الساعة ممكن اضيف عليها كلمات محددة يعني زي صباحا ومساء ممكن اقولك ازاي الى ساعة خمسة دو ماتن دو ماتن دو ماتن ساعة خمسة اي صباحا ممكن اقولك نفس الجملة الى ساعة خمسة دو لابري ميدي بعض الدوهر او الى ستة او ويتة او ساعة ساعة او تمانية دو سوار دو سوار مساء وثلاث كلمات مهمة جدا دو ماتن صباحا دو لابري ميدي بعض الدوهر دو سوار مساء النقطة التانية من الجزئية تاعت الساعة بتسأل عن موعد حاجة محددة بتسأل عن معاد الساعة كم هيحصل كذا بتروح المدرسة الساعة كام بتوصل البيت الساعة كام هتاكل الساعة كام الماتش هيبتدي الساعة كام وهجر وهنا بنسأل بصيغة سابتة هي اكلر 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 اه اه عليها اكسان مهمة جدا اكلر في اي ساعة في اي ساعة او في اي موعد بيجي بعضها السوجة وفرب فاعل وفعل اي ان كان بقى الفاعل والفعل فاعل ده ممكن يكون الماتش او انت او اي حاجة هنشوف امثلة اكلر تي دي جون او سلف في اي ساعة او في اي موعد تي انت دي جون تتناول الغداء انت هتتغدى او سلف في مطعم المدرسة الاجابة جو دي جون او سلف انا هتغدى في المطعم الساعة هي تيجي بقى قدامها ايه لازم قدامها ا طالما ا جاد في السؤال يبقى لازم تيجي قبل الساعة في الاجابة ا دوزور او امي دي هتغدى الساعة 12 او امي دي الساعة 12 الظهر اكلر في اي ساعة تي تغمين لولاندي انت بتخلص بتفنش لولاندي يوم لاتنين حيقوم ايه اللي جو تغمين لولاندي انا بخلص يوم لاتنين ا دوزور الساعة اتنين دو لابري ميدي اتنين بعد الدور اكلر تيجي انجلي اكلر تيجي انجلي انت عندك انجليزي اول جي انجليزي انا عند انجليزي اناف ار الساعة التاسعة ممكن ادهي الاسفام تيجي في الاخر ممكن جدا ازاي انت عندك فرنساوي وصلت الفكرة او مقايل انا عندي فرنساوي و هكاس تابعوني تابعوني لو عندك اي تعليق واتنوني في الدرس الق달� او رفوار المسيولد مصطفى فرينشاوي.com